بيبدأ الفيلم في مايو سنة 1946 وكانت ليلة شتا ومطر غزيرة واحدة وبنتها نايمين واحد ماسك مصباح وبينزل خزان تحت الأرض وبيطلع منه وهو بيصرخ وحاجة غمضة بتشده تاني لتحت ومش بيقدر انه يطلع منه وبيتشدل تحت وبتروح الأحداث لسنة 1978 بكاليفورنيا في متجر للحيوانات وكان متجر كبير جدا وواسع وبنشوف واحدة اسمها جولد معاها سحلية بتبعها للبنات وكان معاها بنتها صغيرة وكان عندها سبع سنين وكان معاها زوجها واسمه بين وجالهم واحد شكله غريب وسأل عن بين وقال لهم ان عنده أخبار تخص والدة بين والدة بين كانت متوفية بقالها فترة وقال لهم ان عندها أملاك في خليج بعيد اسمه هبتت وانها كانت تملكه من زمن بعيد جدا وبين قاله انه مايرفش حاجة عن الأملاك دي لان والدته عمرها ما كلمته عنه والراجل العجيب ده قاله ان فيها عائلات كتير بيكون عندها أسرار مختفية ومش بتظهر غير لما يموته وبعضها بتكون أسرار غمضة وقبل ما يمشي سأل بين عن والده وأخته وبين قاله ان والده وأخته صغيرة روزي ماتوا لتنين في حدثة لكن الراجل قاله دي مش حقيقة وان والدته كذبت عليه لان والده وأخته صغيرة ماتوا وهم بيسبحوا في الخليج والحد الآن محدش عثر على جساسهم واستغرب بين من كلامه وقاله ان والدته كانت قليلت الكلام في الموضوع ده وقرر بين انه ياخد زوجته وبنته الصغيرة ويروحوا لمكان أملاك والدته علشان يستلمها وبياخدنا الفيلم المكان جميل وطبيعة سحرة وبيمشي بين بالعربية وسط الغابات لكنه مش بيقدر يكمل وبينزله من العربية وبيمشوا لحد ما بيوصلوا لمكان العقار بتاع والدته وبيكون بيت كبير وقديم وشكله مهجور من زمن بعيد وبيحاول بين انه يفتح الباب وبيدخلوا البيت الغريب ده والبيت شكله مخيف وكان مهجور وبيحاولوا انهم يستكشفوا المكان وبتلاقي البنت الصغيرة صورة لجدتها وبيبدأوا نظفوا المكان حتى الشبابيك والأبواب اللي كانت مقفولة بالمسامير فتحوها كلها وبتشوف جلد وهي بتنظف المكان جرايد وكلها أحداث متشابهة وفيها أحداث عن سفن غرقت وناس ماتت بالخليج ومحدش قدر يلاقي جثاثهم وشافوا تقارير بتثبت كل كل كلام الراجل العجيب اللي جالهم وكلمهم عن موت والد واختي بن وانهم ماتوا غرقانين ومحدش عارف يلاقي جساسهم والموضوع ده كان مربك ومرعب جدا لبين ونزلت جلد مع بنتها تنايمها وكان فيه حاجة غمضة بترقبهم وجلد لقيت مذكرات والد بن وابتدوا يقرأوا فيها وبتحكي فيها والد بن انها كانت سعيدة مع بنتها روزي وزوجها وفي انتظار مولود جديد وان ظرف غريب جالهم بيحذرهم من تواجدهم بالخليج لكن زوجها قال لها تتجهلهم وترمي الظرف لان فيه حد مش حابب انهم يعيشوا في الخليج وبتيجي اللقطة اللي كانت اول الفيلم لما فتح الراجل خزان الميا اللي تحت الارض واختفى وبعد مرور ثلاث ايام فقدت ام بين الاما اللي برجوع زوجها وعرفت انه مات غرقان بالخليج وخلصت هنا المذكرات وكان بن مرتبك وقال لجلد ان بعدها اختفت اخته روزي وان الحقيقة هو معرفهاش واندفنت مع والدته وبنروح الخزان الميا اللي كان مفتوح وصدرت منه اصوات عالية ومخيفة وسمعتها البنت الصغيرة وخافت ودورت تحت السرير وفجأة شافت السجادة بتتحرك وخافت وصرخت وجريت على والدتها تصحيها من النوم وحكت لها على اللي حصل وصحت بن ونزلت جولد وبن بالمصباح ونزله يشوفه ايه اللي بيحصل وفضله يدوره على سبب الاسوات الغريبة والحركات الغريبة اللي في البيت وطلب بن من زوجته تطلع فوق وهو ابتدى يدور في كل مكان وفي جو يحبس الانفاس ما سمعتش جولد كلام زوجها واخدت المصباح ودخلت كل قوضة تدور على سبب الاسوات والحركات دي وفتحت باب ولاقت نفسها جوه الغابة وفضلت تمشي فيها وسمعت صوت قريب منها واتدورت لقت بن هو اللي وراها وكانت مرعوبة جدا وعدت الليلة المرعبة وصحت جولد من النوم وكان يوم عادي من غير مشاكل وشافت بنتها بتلعب مع الكلب وبن بيحاول يكتشف باقي المكان وجولد كانت متوترة وقالت لبن انهم لازم يبيعوا المكان في اقرب وقت لانه مكان مريب ومش مريح ونزل بن خزان المية علشان يحاول يشوف اي مصدر لفتح المية والمكان تحت كان مخيف وفتح سمام المية لكنه انجرح ونزل نقط من دم وبالمية وفضل يستكشف في المكان وكان مكان عجيب ومخيف وهو نازل لقى حاجة غريبة في الارض واخدها معاه وخرج بن من الخزان وقدر يوصل المية للبيت وشافت جولد الكائن الغريب اللي لقى في الخزان وكانت مش قادرة تحدد نوعية الكائن ده ومستغربة من شكله لانه ما كانش سمكة وقرروا يحتفظوا به داخل التلاجة لانه يعتبر اكتشاف علمي وبنروح للبنت الصغيرة وكانت بتدور على والدها وفاكرا جوا الخزان ونادت عليه وهي بتبص جوا الخزان شافت تعبان كبير جوا المية وصرخت وجري عليها جولد وبن وحكت لهم اللي حصل وبن قال لها ما تخفيش لانه ده طبيعي انه يكون فيه كائنات كتيرة لانهم في غابة وفي الاسناء دي دخلت عليهم واحدة وشكلها كانت عرفة المكان وبنعرف انها سمسارة وكانت جايبا لهم مشتري للارض وللبيت وقالت لهم ان المكان ملعون وكل الناس بتقول انه ملعون لكن لما شافتهم خافه قالت لهم ان اللعنة بسبب زلزال ضرب الخليج كله والارض اضررت جدا وكل الناس سابت الارض ومشيت وناس كتير ماتت مختفية في الخليج وعلشان كده الناس قالت عليه انه مكان ملعون وعرضت عليهم مبلغ كبير مقابل التنازل عن البيت والاراضي اللي حواليه وما كانش جلده بين مصدقين المبلغ اللي معروض عليهم لانه كان كبير جدا وقالت لهم السمسارة ان اللعاز يشتري مستعد يقابلهم في المدينة وانه مستعد يشتري بسرعة ومستعد كمان يشتري باي تمن يقولوه وثابتهم ومشيت ووصلت السمسارة لعربتها وكان فيه حاجة بترائبها ومشيت بالعربية بتاعتها شوية لكنها توقفت عن الحركة ونزلت تشوف اللي حصل وهاجم عليها وحش وعضها وهي حاولت تهرب منه لكنه مسكها من رجلها وحاولت تقوم وتهرب وهي مرعوبة وبتصرخ لكنها مقدرتش تفلت منه وكان كلها دم وقدر الوحش المخيف يجرها داخل الغابة من جوه وبنروح لجولد اللي كانت نايمة وسمعت أصوات مفزعة تاني وصحت من النوم مفزوعة ونزلت تشوف اللي بيحصل وفجأة شافت حاجة جريت بسرعة وصاد الشباك وصرخت ونزل بينه على صوت صرخها وقالت له على اللي شافته وهو قال لها انهم لازم يمشوا من البيت في أسرع وقت وبرى البيت كان فيه حاجة بترائبهم وبتعدي ليلة تانية مرعبة وبييجي الصبح وفتح بين حنافية المية لكن كانت بتنزل المية مش نضيفة وقرر ينزل تاني للخزان علشان يصلحه والمية النضيفة ترجع تاني للبيت لكن المرة دي الخزان كان مليان مية وحاول يوصل بإيده لإصمام المية ولقى حيوان ميت وطلعه من الخزان وشاف جلده وقال لها ان سبب المشاكل والصوت مبارح كان بسبب الحيوان ده ولقى سلسلة تحته هو في الخزان واتضح انها سلسلة أخته روزي اللي ماتت وهي صغيرة لأنه شافها لبساها في الصورة وفهمه انها ماتت غرقانة بالخزان ولازم يبلغوا الشرطة وأخذ بين العربية علشان يروح يبلغ الشرطة علشان يدوره على جثة أخته اللي ماتت بالخزان وهو ماشي شاف عربية السمسارة وقفة وراح يدور عليها لكنه تفاجئ بجثتها مشوهة وكلها دم وحاول يتواصل باللاسلكي مع أي حد ينجده وبنروح للبيت عند جولد اللي شافت قطرات مية على الأرض وكانت مستغربة منها وبتحاول تفتح قوضة مقفولة لكن مش بتعرف وبتدور في كل مكان على مفتاح يفتحها وبتلاقيه وبتفتح القوضة وبتلاقي الجزء المفقود من مذكرات والدة بين وبتقرى فيها وبتقفل باب القوضة عليها ومش بتعرف تفتحه وبتحاول تخرج من أي مكان وبتقدر إنها تكسر الشباك وبتخرج منه وبتنادي على بنتها وفي الأثناء دي بيوصل بين وهو مزعور من اللي شافه في الغابة وبيوصل لبنته وجولد وجولد بتقوله إنهم لازم يمشوا حالا لأن فيه شخص كان في الخزان وخرج وفيه أسار مية على الأرض والشخص ده موجود جوه البيت وأخذ بين جولد برى القوضة وقال لها إنهم لازم يمشوا فورا وإنه لقى جثة السمسارة اللي كانت عندهم وفيه وحش من الغابة طردها وقتلها بطريقة بشعة لكن جولد فجأت بن بحاجة أفضع من كده وقالت له إنها عرفت أبوه وأخته الصغيرين ماتوا إزاي من خلال مذكرات والدته وقالت له إن فيه حاجة غريبة في المكان وإنهم ماتوش غرقانين زي مكانوا فاكرين وإنهم ماتوا جوه البيت نفسه وفيه حاجات مرعبة حصلت وحاجة مش معروفة هي اللي موتتهم ووالدته ما كانتش عايزة يعرف المكان ده وعشان كده خبت عليه لأنه فعلا مكان ملعون ومات فيه والده وماتت فيه روزي أخته وصاد عينيها لكنها قدرت تهرب من المكان وكذبت على الشرطة وقالت إن زوجها وبنتها ماتوا غرقانين وبتدي جولد البن باقي المذكرات اللي كان آخر جملة مكتوب فيها اللي يعصر على المذكرات يسامحني ويجريه وبسرعة جمع بين وجولد حاجتهم علشان يهربوا من البيت بسرعة قبل ما تحصل كارسة وافتكر بين إنه اتصل بالشرطة وإن رجل الشرطة جاي في الطريق وطلع علشان يحذروا لأنه ممكن الوحش يقتله وبنشوف الشرطة جوه العربية وكان رايح لبن وبيوقف عند عربية السمسارة وبينزل من عربيته يشوف الموضوع لكنه مش بيلاقي حاجة وبيركب العربية وبيلاقي وحش مخيف فوق العربية وبيقرب منه بهدوء والشرطة بيحاول بكل هدوء إنه يطلع المسدس لكنه مش بيلحق وبيهجم عليه الوحش وبتدور بينهم معركة شرسة وبين بيسمع أصواتهم وبيحاول الشرطة إنه ينجب نفسه من الوحش لكن الوحش كان قوي جدا وشرس وقدر إنه يتغلب على الشرطة وسحبه جوه الغابة وفي الأثناء دي بييجي بين وشاف الوحش وكان شكله مخيف ومرعب وهو بيجر الشرطة والشرطة كان لسه فيه الروح وبيحاول يستنجد ببين لكن بين كان مصدوم من اللي شافه ومزق الوحش أحشاء الشرطة وقتلوا قصاد بين وجري بين بسرعة للبيت وكان مرتبك ومش عارف يحكي ولا يقول لزوجته إيه اللي حصل من كتر الرعب والتقط بين أنفسه وحكى الجلد اللي شافه واللي حصل للشرطة قصاد عينه وما كانش يفاهم إيه الكائن ده لا هو ولا جلد وهو كان عايز يقعد في البيت ويقفل كل الأبواب لكن جلد كانت عايزة تخرج ويهربوا بسرعة قبل ما الوحش يوصلهم ويقتلهم لكن بين رفض أن يخرج وقال لجلد على خطة وخطتهم أنهم يستدرجوا الوحش لخزان المية عن طريق إصدار أصوات عالية وهناك هيقدروا يحبسوه وفيه كمان وقود بالخزان يولعوا فيه ويحرقوه والخزان ساعتها ينفجر لأن فيه أسمدة هتخلي المكان ينفجر لكن جلد ما كانش عجبها كلام بين وكانت خايفة عليه ورفض أن يرجع تاني للمكان وهو طلب منها تاخد بنتهم وتقفل عليها وهو هيروح يستدرج الوحش ويفجره وجلد قالت له أنهم ممكن يهربوا بالعربية وبين قالها أن ده صعب جدا ومش هينجحه وابتدى بين ينفذ خطته وأخذ الوقود علشان يحطه بالخزان ويستدرج الوحش ونزل جوه الخزان ومشي في المية لتقريبا ملت الخزان كله وفض الماشي تحت الأرض يدور على مكان يقدر يحبس فيه الوحش وفجأة شاف جثة أصاده وطرعب أكتر ما هو مرعوب وقدر يوصل لصمام المية وقفله وحسب الوحش جوه المية وبنروح لجلد اللي سمعت حد بيخبط على باب قددهم جامد وبيحاول يدخل وهي ترعبت لكنها راحت تشوف مين وفتحت واتطبح أنه الكلب ودخلته وبنرجع تاني لبين وهو تحت الأرض ولسه بيحاول يحبس الوحش ويفجره وعلشان حظه يكمل كشاف النور اللي معاه انطفى وما بقاش شايف حاجة وبيولع في تيل الوقود بالولعه معاه وغاص في المية علشان يهرب لكن الوحش كان وراه لكنه قدر يهرب منه وقدر يوصله تاني تحت المية وبنكتشف أنه مش وحش واحد لكن في وحش تاني بيهاجم جلد وبنته الصغيرة وبيحاول أنه يكسر باب القضى عليهم ويدخلهم والبنت الصغيرة مرعوبة وبتصرخ وجلد بتحاول أنها تقفل الباب لأن الوحش المخيف كان قرى بيكسره ووحش تالت كمان ظهر وخطف البنت الصغيرة وصادعين والدتها وما كانتش عارفة تنقذها وخطف الوحش البنت الصغيرة من الشباك وجرها على الأرض وهي بتصرخ وبتستنجد بولدتها لكن والدتها كانت ملهية في حالها لأن فيه وحش تاني بيهاجم عليها وعايز يقتلها وكان فاتح بقه بشكل مخيف وعايز يأكلها لكنها قدرت أنها تتخلص منه لما صلطت نور المصبح عليه وطلع بين من الخزان وقدر ينجب نفسه وشافته بنته وصرخت علشان ينقذها لكن بين ما قدرش يلحقها ولا ينقذها من الوحش وأخد الوحش المخيف البنت الصغيرة ونزل بيها جوه الخزان وهي بتصرخ وبتنادي على والدها وخرجت جولد وشافت بين مرمي على الأرض مش قادر يتحرك وكان بينزف دم من كل مكان وقال لها أن الوحش أخد بنتهم للخزان وهي قررت طبعا أنها تنزل ورا الوحش علشان تنقذ بنتها وغرقت نفسها سولارة علشان تخنق الوحش وما يقربش منها ونزلت جولد الخزان وكان إصرارها والتحدي اللي عندها أنها تنقذ بنتها أكبر بكتير من خوفها من الوحش وفضلت نادي على بنتها علشان تتأكد أنها لسه عايشة ودورت عليها في كل مكان لحد ما البنت ناديت عليها وابتدى الوحش يطاردها تحت المية وهي بترمي سولارة على المية علشان ما يعرفش يتنفس ودارت معركة بين جولد والوحش وهي حاولت تخلص عليه بالسلاح اللي كان معاها وهو كان بيسحبها جوه المية وقدرت تتغلب عليه وجولد كانت شجاعة جدا وقوية لأنها قتلت الوحش وبالرغم أن كان فيه وحش غيره لكنها دورت على بنتها وقدرت توصل لها وطلبت منها أمها أنها تجري وتطلع بسرعة من الخزان والبنت كانت خايفة جدا وما كانتش راضية تطلع وأمها أقنعتها ومشيت البنت وطردت جولد الوحش بالنار والسولار وقدرت تهرب وراحت لبنتها وأخدتها وطلعتها من الخزان وطلعت هي كمان وقفلت باب الخزان بسرعة قبل من وحش يخرج وثابت البنت في العربية وقالت لها أنها دخلها تجيب بين لأنه مجروحه المفتاح معاه وجاي على طول وطبعا طلع الوحش من الخزان لأنه قدر يفتح الباب اللي جولد ما هنشع عليها حتى تقفله بأي حاجة وطلع الوحش وكان شكله مخيف وراح للبنت في العربية لكنها قدرت تهرب منه وقدرت جولد أنها تاخد بين وتسنته وقدروا أنهم يوصلوا للعربية قبل ما الوحش يلحقهم ورجبوا العربية ولسه يهربوا الوحش هاجم عليهم لكن جولد مسكت المسدس وضربته فورا وموتته وقدرت أنها تنقذ بين وتنقذ نفسها وتنقذ بنتها الصغيرة وفي المشهد الأخير في الفيلم بنشوف العمال بيفتحوا الخزان من تاني وهنا خلص فيلمنا وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر